بسم الله الرحمن الرحيم مازلنا مع الشابتر الخامس واللي بنتكلم فيه عن البامبس وبنخص كلامنا على السنتريفجال بامبس في هذه المحاضرة بمشيئة اللي هنتكلم على الكالكوليشن and كونيكشن of بامبس الكالكوليشن المقصود بيها إزاي نحصب هنا المانومتريك هيد الخاص بالبامب أو المطلوب من البامب بتحقيقه والكونيكشن إزاي نوصل تو بامبس مع بعض in parallel و in series محتوى هذه المحاضرة بمشيئة اللي هنتكلم فيه على المانومتريك هيد developed by the bump impeller السيستم كيرف ديترميناشن إزاي نرسم السيستم كيرف ثم البامب كاركترستيك كيرف أو البرفورمانس كيرف كيفية تحديد وتعيين الأوبريتنج بوينت connection of two bumps in series و connection of two bumps in parallel نبدأ به المانومتريك هيد developed by the impeller لو احنا فرضنا عندنا سيستم معين هنركب فيه البامب ده مكونات السيستم بيبقى كالقاتي فيه مصورة للسحب ومصورة للطرد suction pipe and delivery pipe مطلوب من البامب انها تتغلب على مجموعة على المقاومات اللي موجودة في هذا السيستم والتي تتكون منه بالنسبة للساكشن pipe بيبقى فيه static head بنسميه الـ HS أو الـ static head at suction كذلك الـ delivery pipe بيبقى لها static head الـ H delivery يبقى مطلوب من البامب انها تتغلب على الـ static head في الساكشن والـ static head في الـ delivery كذلك الـ pipe الخاصة بالـ suction بيكون لها friction losses ونسميه مثلا الـ HFS أو الـ head losses in the suction head losses in the suction وبرضو مطلوب من البامب انها تتغلب عليه وكمان فيه في الـ delivery pipe فيه losses في الـ delivery pipe هنسميه الـ head losses in delivery مطلوب من البامب تتغلب عليه يبقى الـ H اللي مطلوب ان البامب تتحققها انها تتغلب على الـ static head في الساكشن الـ static head في الـ delivery الـ friction head أو losses head سواء كان friction فقط او major and minor losses وـ friction head أو losses head في الـ delivery طبعا كل ده لازم يتجمع مع بعضه علشان نقدر نحدد الـ head المطلوب من البامب يضاف عليه كمان VD square على 2G وهي السرعة المطلوب من البامب من المائع ان يخرج بيها يعني المائع عند منحلة الخروج بيكون عند سرعة اسمها VD اللي هي الـ velocity داخل الـ delivery pipe يبقى ده لصز اضافي او اللي هو في الـ outlet اسمه VD square over 2G والترم ده في بعض الاحيان بيهمل لصغر حق قمته مقارنة بالقيم الاخرى يبقى المانومترك head أو الـ head المطلوب الحصول عليه من البامب هو الـ head اللي بيحسب من الـ static head في الساكشن والـ delivery والـ friction head في الساكشن والـ delivery يمكن الحصول على هذه المعادلة ايضا اذا خدنا نقطة تحت عند مكان السحب ونقطة عند المخرج اسمها 2 وطبقنا برنولي بين نقطة 1 ونقطة 2 هنقدر نحصل على نفس المعادلة ديت اللي هي بنحسب منها المانومترك head او ممكن نسميه الـ system head المعادلة دي لها عدة صيخ ممكن اعادة كتابتها فيها يعني لو احنا اخدنا الـ h-suction الـ static في الساكشن والـ h-static في الـ delivery وسميناهم h-static فقط يبقى المعادلة دي ممكن اكتبها كده h-static فقط وبحيث ان الـ h-static دي هي h-s زائد h-d h-static هي الـ h-static في الساكشن بلص الـ h-static في الـ delivery وممكن نسميها total static head كذلك ممكن اخد الـ suction لوحده واحسب له حاجة اسمها total suction head وهي هتبقى مجموع الـ static head في الساكشن مع الفريكشن head او اللصز head في الساكشن وعندي كمان total delivery head يبقى ممكن اكتبه الـ h-static في الـ delivery بلص الـ h-friction او الـ h-loss في الـ delivery ومجموع الـ h-d مع الـ h-s هيديني برضو المانومترك head يبقى دي كلها صور يمكن كتابة المعادلة فيها او يمكن كتابة عادة صياغ المعادلة حسب معطيات المسألة او حسب معطيات الساكشن اللي عندي في صيغة اخرى للمعادلة ديت ان احنا ممكن نلخصها بشكل عام ان الـ h-manometric او الـ h-system يعني ممكن ان هو ده المانومترك head هو هو الساكشن head هو مجموع الـ static head total في الساكشن بتاعي زائد اللصز في الساكشن بتاعي والـ r في q-square دي دي تعبر عن اللصز ككل يعني احنا لو قلنا الـ h-loss بينقسم الى h-friction زائد h في المينور لصز يعني مجموع اللصز في المينور والـ delivery وشلنا الـ h-friction وحطينا معادلة دارسي اللي هي بتقول f في l على d في v-square over 2g اللي هي معادلة دارسي بلاس المينور لصز ممكن نعبر عنه بk في v-square على 2g ولو خدنا الـ v-square على 2g مشترك من المعادلة دي وشلنا الـ v وحطناها بدلالة الكيو ان الكيو على ايه بتساوي الـ v فنقدر نحصل على قيمة الـ r بالشكل ده اللي هي 8 في k زائد f في l على d على g في باي سكوير في d قصة 4 وير الكي اللي هو بيسموه المينور لصز فاكتور ويه الـ f في الـ friction coefficient الـ l الباي بلينس ويه الديامتر وبذلك نقدر نعبر عن المعادلة بتاعة السيستم عن طريق static head بلاس r في q سكوير وهي دبعا المعادلة دي الـ h-system هي المفروض المانومتريك المطلوب من البمب طيب احنا علشان نرسم المعادلة دي لو حبينا نرسمها ابدأ حط قيم مختلفة لقيمة الكيو عند الكيو بصفر هنجد ان الـ h-system هتساوي الـ h-static يبقى هنحصل على النقطة دي لو بدأنا نزود قيم الكيو هنزيد معانا قيمة الـ h-system فهيطلع لي الـ curve بالشكل اللي قدامنا وبالميل اللي قدامنا ده وهذا الـ system يسمى الـ system curve لان تم رسمه باستخدام معطيات الـ system باستخدام معطيات الـ شكرا